دي باتي أنا مش هسأل بس عن أداء المنتخب بالأمس أنا عايزة أسأل ده بالإضافة لقصة هنا يعني إمتى هنلاقي تشكيل بقى بتاع منتخبنا هم هقولك عن حاجة إحنا بقى أنا كتير قوي من 2019 المنتخب ده ما تجمعش في معسكر أو على طول كان تحت الطلب من خلال المواشات المحلية أو المواشات الأفريقية الدولية اللي بالعابة النادي الأهلي أو المسابقات الدولية اللي بالعابة النادي الأهلي على صعيد أنه هو اللي بيمثل مصر دايما في بطولة العالم الأندية كل الحاجات دي هو بطل أفريقيا فدي كان بتبقى بمثابة الشركات قوية جدا ولكن المنتخب ليس كله النادي الأهلي ها يمكن تمانية من النادي الأهلي القوام الأساسي من النادي الأهلي دايما كما احنا متعودين يعني إنما دارب جديد رؤية جديدة نافذة على بطولة الدوري بس ما عندهش غير كده من المتفرج تديهات حاجات بتتحضر له وبيسعل على ناس معينة توسم في ناس في الدوري كانوا في حالة جيدة زي مروان حمدي كده هو شافه ومؤمن ان هو يقدر يسد في الحتة دي جنب مصطفى محمد بغم الانتقادات اللي بيتعرض لها بسبب مروان يعني فيه مدربين يقولي كان عندي رؤية في اللعيب ده بروميسينج يعني واعد افضل قديره كتير تحت الضغط وتحت الشغل الجامد يعني ممكن يطلع منه خامة هو عجبه جسمه عجبه الالتحان بتاعه جيد بيعرف شو طع الجول بيعرف يعمل الاشتراكات حاجات زي كده